موسيقى خلال استقباله أعضاء مجلس أماناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة موسيقى إسماعيل يلتقي عدد من الكتاب والمفكرين ويؤكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ضرورة ملحى ويقابل تطنيق خطوات تكاملة للحماية الاجتماعية موسيقى القوات العراقية توصل تقدمها نحو الموصل لتحريرها من داعش وعسكريون أمريكيون يؤكدون أن قادة التنظيم الإرهابي يغادرون المدينة موسيقى الجيش الروسي يعنل أن الهنة الإنسانية التي ستبدأ غدا في حلب ستستمر إحدى عصرة السنة موسيقى 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 ثمنا مساء في القاهرة أساديسة بتوقيت جرينيتش ساعة إخبارية شاملة أهلا بكم أهلا بكم ومن عنوين الأنباء إلى تفاصيلها أكد رئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على العلاقات الاستراتيجية التي تجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية مفيرا إلى أهمية استمرار هذه العلاقات والمضي قدما نحو تعزيزها جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم أعضاء مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة برئاسة ريتشارد بارتلت وبحضور الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور عمر عزة سلامة ممثل الحكومة المصرية في مجلس الأمناء وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سفير علاء يوسف أن رئيس السيسي أشاد بالدور الذي تقوم به الجامعة في خدمة التعليم والمجتمع في مصر وما تمثله من جسر مهم يساهم في التقريب بين الشعبين المصري والأمريكي وللمزيد من المتابعة ينظم إلينا عبر الهاتف دكتور محمد صادق إسماعيل رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور محمد كيف ترى أهمية لقاء الرئيس اليوم مع أعضاء مجلس أمناء الجامعة الأمريكية وإن عكاس هذا الاجتماع على العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية نعم يعني بعد استحية طبعا هناك أهمية كبيرة للقاء اليوم يعني أعتقد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ربما أعطى أهمية خاصة لموضوع الجامعة الأمريكية وأيضا أشهد بمنظومة التعليم الأمريكي ولا يتنى نحظوا يعني حظوا الاستراتيجية الأمريكية في التعليم حضرت كما تعلمني في عام 2000 صدر تقرير هام جدا في الواقع المتحدة الأمريكية Nation in Danger يتحدث فيه عن ربما تدهور التعليم الأمريكي نوعا ما وأخذوا استراتيجية سيدة الفضيلة طويضة المدى يعني على مدى خمسين عام يتحدثوا فيها عن كيف تحقق الأمريكا توجهات متقدمة جدا في مجال التعليم أعتقد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ربما كان هناك زيارة في اليابان وكان قبلها زيارات لأسيا أعتقد أنه أول اهتمام خاص للتعليم وبالتالي فزيارة اليوم لا يمكن فصلها عن الزيارات السابقة هذا من جانب من جانب آخر طبعا الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على العلاقات المصرية الأمريكية ومثال هذه العلاقات يعني ربما كنا في العهود السابقة نتحدث عن شراكة استراتيجية وحيدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لأن هناك عدة شراكات استراتيجية سواء بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية من جانب أو بين مصر ودول أخرى وبالتالي رئيس عبد الفتاح السيسي في تياسه الخارجية أولى اهتمام خاص بموضوع تعدد الحلفاء الاستراتيجيين طبعاً لولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تستغني عن مصر وتعلم أن مصر هي ركيس الاستقرار في المنطقة العربية سواء شيئا أم أبين أو شيئا أم أبو وبالتالي أعتقد أن اللقاء اليوم ركز على هذه الأهمية ركز أيضاً أن رئيس عبد الفتاح السيسي التقع بالمرشحين للرئيسة الجمهورية سواء ترامب أو كلينتون وأعتقد أن هناك تفاهمات كثيرة في وجهات المنظر بين الجانبين في هذا الصدد إجمالاً أرى أن اللقاء اليوم كان هام جداً سواء من ناحية تعلمية أو حتى من ناحية العلاقات الاستراتيجية بين النصر والولايات المضحة الأمريكية أشكراً لكتن محمد صد إسماعيل رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية اجتمع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بمقر المجلس اليوم مع عدد من الكتاب والمفكرين حيث استعرض معهم جهود الحكومة في مختلف القطاعات وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه حالياً من جانب أكد رئيس الوزراء أن الحكومة عازمة على المضي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحسين مؤشرة النموح وضمان مستقبل أفضل للأجل القادمة مشيراً إلى أن هذا البرنامج لم يعد في الإمكان تأخيره أكثر من ذلك أو ترحيله حتى لا تتفاقم المشكلات وأشار إسماعيل إلى أن استمرار عجز الموازنة دون مواجهة حقيقية إلى جانب الاقتراض سيؤثر بطبيعة الحال على ارتفاع نسبة التضخم لسيما وأن أكثر من ثلثي الموازنة الحالية يوجه إلى بنود الأجور وخدمة الدين والدعم وإن ثم لن يتبقى المبلغ الكافي للإنفاق على الخدمات من جهة أخرى عقد المهندس شريف إسماعيل اليوم اجتماعاً لبحث موقف تنفيذ المشروعات بمحافظة أسوان وذلك بحضور وزراء الشباب والإسكان والتمية المحلية والتربية والتعليم والثقافة ومحافظ أسوان وفي مستهل اللقاء أكد إسماعيل أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الحكومة على المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية تنفيذها في مختلف المحافظات بما يضمن الانتهاء منها وفق البرامج الزمنية المقررة لها لتساهم في تحقيق الأهداف المرجوة منها وفي مقدمتها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تحسين جودة الحياة وبخاصة في محافظة الصعيد والمناطق الأكثر احتياجاً وعن أهم ما خرجت به اجتماعات مجلس الوزراء اليوم ينضم إلينا من المجلس مفادنا إلى هناك أحمد أبو الحسن أحمد الجديد لديك حول هذه الاجتماعات التي شهدها مجلس الوزراء اليوم يعني بالفعل هناك اجتماعات عدة كانت للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أهم هذه الاجتماعات اللقاء مع الكتاب والمثقفين والصحفيين في خلال هذا اللقاء كانت هناك العديد من التصفحات للسيد رئيس الوزراء منها أن السيد رئيس الوزراء أشار إلى أن ما تحقق من خطوات إيجابية في إطار تنفيذ المشروعات القومية والتي سهمت في خفض البطالة هذا العام إلى 12.5% مقارنة ب13.5% خلال العامين الماضيين منوياً في هذا الإطار إلى إقامة المناطق الاقتصادية بمحور قناة السويس والمثلث الزهبي ومشروعات الإسكاني الاجتماعي يعني ذكر هناك 600 ألف وحدة ورص أيضاً 14 مليار جنيه لتطوير العشوائيات إلى جانب مشروعات تطوير شبكة الضرق وغيرها من المشروعات الأخرى وبالإضافة إلى مشروع المليون ونصف المليون فدان الذي تم الإعلان عن الصرح الأول له بواقع 500 ألف فدان بتخصيصها لصغار المزارعين والشباب والمستثمرين هناك أيضاً تأكيد من السيد رئيس الوزراء أن مصر تتحرك إلى الأمام في كافة المجالات رغم التحديات والظروف الصعبة وأيضاً أشار إلى أن المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً لربط سيناء بالوادي وفي مقدمتها مشروعات الأنصف الضخمة وسدد أيضاً على أن سيناء لن تكون معزولة بعد اليوم هناك أيضاً تأكيدات من السيد رئيس الوزراء إلى أن موضوع قرد الصندوق النقل الدولي هذا البرنامج المقدم للحصول على القرد هو مصري بنسبة 100% وأنه يعد بمثابة شهادة شهادة الثقة دولية في الاقتصاد المصري تساعد على التعامل مع جهات التمويل والمستثمرين خلال أيضاً تعقيبه على أسئلة والسفترات بعض الكتاب والمفكرين أكد السيد رئيس الوزراء أن الحكومة تدرس التوجه للدعم النقدي سريطة أن يتم بالتدريج مشيراً فيما يتعلق بالصناديق الخاص أنه تم مخاطبة وزارة المالية لإجراء دراسة متعمقة لهذه الصناديق أشكرك جزيلاً أحمد أبو الحسن على هذه المتابعة نفذ مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة التجربة العملية مصر الثلاثة والتي تتمثل في إنقاذ ركاب مركب هجرة غير شرعية بعد تعرضها للغرق قبالة سواح البورسع شاركت في التجربة وحدة من القوات المسلحة والعديد من الوزرات والهيئات والأجهزة المعنية بالدولة وذلك في مسعى من شأنه تأكيد قدرة الأجهزة المعنية بالدولة على التخطيط والتنسيق والعمل المشترك لتأمين الجبهة الداخلية ومواجهة الكوارث والحوادث الجسيمة تدف التجربة مصر ثلاثة إلى التأكد من قدرة وجهزية مراكز ومنظومات استقبال إشارات الاستغافة ورد الفعل السريع لعناصر البحث والإنقاذ التباعة للقوات المسلحة من القوات البحرية والجوية والعناصر المعاونة من الجهات المدنية المعنية بعمليات الإنقاذ وقدرتها على التعامل مع الكوارث والحوادث المختلفة وفي قاعدة الواء محمد نجيب بالنطاق المنطقة الشمالية العسكرية تتواصل فعاليات تدريب المصري روسي المشترك حماة الصداق 2016 الذي تنفذه عناصر من وحدات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوي الروسي والذي يستمر حتى الـ 26 من أكتوبر الجالي وشهدت الأيام الماضية تنظيم العديد من الأنشطة بهدف توحيد المفاهيم العسكرية وتبادل الخبرات التدريبية لمهام الوحدات الخاصة المتنوعة كما تم تنفيذ العديد من البيانات العملية وعدد من الرمايات بمختلف الأسلحة نهارا وليلا وسط أجواء التسمت بالتنافس والروح المعنوية العالية بحثت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر زيادة التعاون بين مصر والصندوق خلال الفترة المقبلة خاصة في مجال مواجهة الزيادة السكاني جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بممثل الصندوق في مصر أليكساندر بوديروس الذي أوضح أن الصندوق يعمل على تدعيم حق المرأة والرجل والطفل في التمتع بحياة تتسم بالصحة وتكافؤ الفرص مشيرا إلى اعتزامهم دعم مصر في استخدام البيانات السكانية اللازمة لسياسة برامج مكافحة الفقر ودعم التنمية المستدامة بينما أكدت وزيرة التعاون الدولي دعمها لحملة التاء المربوطة سر قوتك المعنية بدعم قضايا المرأة السياسية وثقافية والاجتماعية وتوعية الفتيات وتتقيفهن بكيفية التصرف حالة عرضهن للتحرش على مستوى المحافظات استقبل سامح شكري وزير الخارجية فليبو جراندي المفاوضة السامية للأمم المتحدة للشؤون اللاجئين وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد أن المسؤولة الأممية أعرب عن تفاهمه لما تواجهه الحكومة المصرية من تحديات من أجل استقبال الأعداد المتزايدة من اللاجئين الأفريق والعرب مشيرا إلى تطلعه لتباحثي حول سبول ارتقاء بآليات التعاون بين مصر والأمم المتحدة حول هذا الملف وأوضح أبو زيد أن وزير الخارجية أكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع الأطراف المعنية كافة لبحث سبول التعامل مع تصاعد ظاهرة اللاجئين منوها بأهمية العمل على توفير موارد إضافية وغير تقليدية للدول المستقبلة للاجئين أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو غيط أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المفاوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في التواصل مع الأطراف الخارجية من أجل ضماني أن يلقى اللاجئون العرب معاملة لائقة في الدول الأجنبية التي يقصدونها جاء ذلك خلال لقاء أبو غيط مع المفاوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حيث تم التباحث حول كيفية تطوير التعاون بين الطرفين خاصة فيما يتعلق بمخاطبة احتياجات اللاجئين العرب داخل وخارج المنطقة العربية كما تم تناول أهم أبعاد مشروع مذكرة التفاهم المقترح دوقيعها بين الطرفين في إطار السعي لتعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة للجامعة العربية والمفاوضيات السامية لشؤون اللاجئين تم تبادل آراء ووجات النظر بشأن ملفات اللاجئين وخاصة وننحو 65 مليون لاجئ ونازح حول العالم منهم 40% من الدول العربية من سوريا والعراق وليبيا واليمن وتم مناقشة سبل إحلال السلام والاستقرار في هذه الدول والوصول لحلول نهائية لإنهاء معاناة اللاجئين وأنا قادم من أربيل شمال العراق وقد نقشت مع الأمين العام ما يحدث هناك وكيفية التعاون بين الجامعة والمفاوضية العليا للاجئين تشارك مصر في الاجتماع الوزري الدولي الذي وقد غدا بالعاصمة الفرنسية باريس حول الموصل في ضوء المعارك الجارية لتحرير الموصل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي ومن المقرر أن يعقد الاجتماع برئاسة وزير الخارجية الفرنسي جو ماكيغو وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفري لبحث تقديم الدعم الواسع لسكان المدينة العراقية في ضوء التطورات الجارية يشارك في اللقاء وزراء خارجية إضافة إلى ممثلين عن عشرين دولة منخرطة في جهود تحقيق الاستقرار في الموصل خاصة في إطار تحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي بالإضافة إلى دول الجوار للعراق أكد رئيس الوزراء العراقي حيرر العبادي أن معاركة الموصل أساسية لهزيمة الإرهاب داعيا إلى اليقظة والحذر لمواجهة أساليب داعش الإرهابية جاء ذلك خلال تفقد العبادي اليوم القطاعات العسكرية لجهاز مكافحة الإرهاب وخوات الرد السريع حيث أعرب عن ثقته في تحرير الموصل من قبضة داعش ورفع عالم العراق عليها وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن معنويات القوات العراقية مرتفعة والموقف الوطني العراقي موحد بشكل غير مسبوك مشيرا إلى أن خطة تحرير الموصل تسير بشكل جيد وفقا لما هو مخطط له أعلن جانرال أمريكي من التحالف الدولي ضد داعش أن قادة من التنظيم الإرهابي بدأوا يغادرون مدينة الموصل العراقية تحت وطأة ضربات القوات العراقية وقوات التحالف الدولي وقال الجانرال جاري فولسكي المسؤول في التحالف الدولي عبر دائرة تلفزيونية المغلقة من بغداد إن هناك حركة لمسؤولين ومقاتلين من تنظيم داعش الإرهابي خارج الموصل مشيرا إلى أن مقاتلين أجانبهم الذين سيبقون في المدينة للقتال بعد تخلي قادتهم عنهم يأتي هذا بينما تمكنت القوات العراقية المشتركة اليوم من السيطرة على ثلاث قرى جنوب الساحل الأيسر من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالية العراق في إطار العملية العسكرية التي تشنها لاستعادة المدينة العراقية من قبضة تنظيم داعش الإرهابي يوما بعد يوم تحرز عملية تحرير الموصل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي تقدما ملموسا فالعملية التي بدأت لاثنين الماضي تمكنت خلالها القوات العراقية المشتركة من السيطرة على ثلاث قرى في جنوب الساحل الأيسر من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال العراق وذلك بمشاركة قوات الرد السريع والشرطة الاتحادية وإسناد من قوات الحجد الشعبي قلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة أعلنت أن القوات العراقية حررت 352 كم مربعا واستعادت 20 قرية من قبضة تنظيم داعش خلال يومين فقط من بدء عملية تحرير الموصل وأوضحت خلية الإعلام الحربي أن قوات الفرقى الخامسة عشر بالجيش حررت قرية الزوية جنوب الموصل ورفعت العلم العراقية فوق مبانيها بعد أن كبدت الإرهابيين خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات يأتي هذا فيما اقتحمت قوات عراقية مدينة قرقوش التي تقع على بعد حوالي 15 كم إلى الجنوب الغربي من مدينة الموصل لكن المواجهات ما زالت مستمرة مع عدد من إرهابي داعش الذين يتحصنون داخل المدينة بالتزامن صدت قوات البشمرج الكردية بإسناد طيران التحالف الدولي هجوما لتنظيم داعش الإرهابي في قضاء سنجار بمحافظة نينوى شمال غربي العراق داعش لا تستطيع الصمود أمام قوات البشمرج نحن نستطيع أن نهزمهم ونقبض عليهم ولكننا نحتاج إلى مزيد من الوقت كانت عملية تحرير محافظة نينوى شمالي العراق والمركز هو مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش قد انطلقت بمشاركة قوات الجيش ومكافحة الإرهاب والشرطة للتحادية والحجد الشعبي ومقاتلي العشائر والبشمرج الكردية وبمساندة طيران العراق والتحالف الدولي حذرت رئاسة أركان الجيش الروسي من أن الهجوم الذي يشنه الجيش العراقي بدعم من التحالف الدولي على الموصل يجب أن لا يؤدي إلى إخراج عناصر تنظيم داعش الإرهابي من العراق إلى سوريا وقال الجنرال فالري جريساموف أنه يجب القضاء على عناصر داعش في الموصل معاربا عن أمله في أن يكون التحالف الدولي على إدراك بما يمكن أن يحدث لتلك المجموعات المسلحة وهي تندحر موضحا أن الهجوم على الموصل لم يبدأ بعد رغم السخب الإعلامي المزيد من المتابعين نمو إلينا عبر الهاتف من العاصمة العراقية بغداد دكتورة طارق حرب المحل الأسياسي دكتورة طارق كيف تتابع سير خطة تحرير الموصل حتى الآن شكرا لك ومشاهديك الكرام كما وردت في الأخبار وكما ذكرت في قناة كومني بو أفكرة أن هناك اتجاه عام وكان داخلي أو خارجي بفئي العراق فبعد أن أستصل فخابة رئيس مولية وصل العربية أمس بالحقومة العراقية أستصل يوم الرئيس الروسي كما أن هناك مؤتمر يؤقت في فرنسا لغرض متعبعة الجهور الخاصة من المزيد الموصل كل القضاعات العسكرية الآن كلها فجأت بعملية تختم لكن تختم واعي وليس تختم السريع يعني إن كانت تشير بأسرع ما هو ممكن حاليا لكن تريد أن تكتشف في أي مكان يمكن أن تكون هناك صعوبة إذا الآن كل المناطق يعني نفس القضاء الحمدانية وليس خلاقوش 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 خمسطعش كالوات يبقى عن مركز مدينة الموصلة يعني عن قلب مدينة الموصلة وليش فالمناطق كلها كلها محاطة الحجم الشعبي أخذ مناطق الخارجية لقطع الصريح أمام داعش عند غروبه أو دخوله إلى تلحفر أو صندار الجيش كشمركة الشائر العربية المتطوعين فكل المشارك بدأك ما تقدم ما حصل من داعش لا يمكن أن تكون محل غرية قبل يومين أو قبل ثلاثة أيام يعني كنتنا نتبصع أن تكون هناك معارك كبيرة على الأفضل في إداية استخدتم لكن إلى الآن على الرغم الماضي في حدود ثلاث أيام لم نجد أي معاركة خارجها داعش وزن القطاعات المراقية المتحدة لا بلا إن الأخبار تؤكد وتذبت وقعات وهم قادة داعش ليس بسبب ضربات الجوية كما أقول الضربات الجوية كانت موجودة وشمرت لها لكن بسبب أنهم أي قانو بنو أجرهم وأي قانو المجيش العراقية والموات العراقية ستقبل عليهم داخلهم نجد تحاولهم مستخدام التدرس الحالية في كل مقاصر العمليات في كل مقاصر العمليات كان هناك تقدم نعم صحيح أن تقدم بسيء لكن قلنا تقدم بسيء بمعرفة رد تفعل داعش وإنقام وكذلك داعش ينين إلى مسألة المفخات والمتفجرات وهذا يمكن أن يكون عقل لكن في جميع دحوات لا يمكن أن نقفل ما يرد مسائلنا من أن المعركة المعقدة كما وصلت أو المعركة كبيرة إلى الآن لم تأصل القطاعات العراقية شيء أن يذكر من الرحاية يعني لم يسترشد ذلك الحدث الممكن أن يكون على معركة هذه القوة وعلى متفجرات المفخات أجاب كما نقال داعش في صناعتها وعملها لأجل إلقاع الضرب للقصوات العراقية نعم أشكرك 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 دكتور طارق حرب المحادل السياسي كنت معنا عبراء الهاتف أعلن الجيش الروسي اليوم تمديد هدنة إنسانية في مدينة حلب السورية لثلاث ساعات حتى الساعة السابع مساء بالتوقيت المحلي غدا الموافق العشرين من أكتوبر وأوضح المسؤول بالجيش الروسي سرجي روديسكوي إن بلاده أوقفت الضربات الجوية في حلب أمس كما نقلت وسال علامة رسمية أن الجيش السورية سحب قواته لسماح للمعارضة المسلحة بمغادرة شرق حلب عبر ممرين محددين أنه ملتازم بوقف مؤقت لإطلاق النار لتخفيف الوضع الإنساني في حلب يعقد قادة فرنسا وألمانيا وروسيا اجتماع عمل في العاصمة الألمانية برلين لبحث الأزمة السورية من جهته وعد الرئيس الفرنسي فرنسواء أولون ببذل كل الجهود بالتعاون مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل لتمديد الهدنة في مدينة حلب وقال أولون خلال لقائه بعثة من متطوع الدفاع المدني السوري المعروف بالقبعات البيضاء أن باريس ستبذل كل ما بوسعها من ضغوط وخاصة على الجهات الداعمة للنظام السوري لكي يمكن تمديد الهدنة ويسع أولون وميركل خلال قمة برلين إلى إقناع رئيس روسي فادمات بوتين بضرورة التواصل إلى وقف إطلاق نار دائم في حلب وإصال المساعدة الإنسانية في السياق ذاته يعقد قادة الاتحاد الأوروبي غدا في بروكسل قمة يتوقع بأن تدين بشدة مشاركة روسيا في عمليات قصف الأحياء الشرقية لمدينة حلب السورية ومن المقرر أن يطالب مشروع الاتفاق الذي سيصدو عن القادة الأوروبيين بوقف فوري للأعمال القتلية في حلب واستماح بإصال المساعدة الإنسانية للمدنيين سوريين فضلا عن إدانة واضحة للهجمات التي يشنها النظام السوري وحلفاء وبخاصة أوسيا على المدنيين في حلب حررت قوات السورية ديمقراطية الذي تقوده القوات الكردية خمسة قرى بريف حلب الشمالي من قبضة تنظيم داعش الإرهابية هذا وتستمر الاشتبكات بين الطرفين في مناطق أخرى وقالت مصادر إن المعارك الدائرة بين مسلح تنظيم داعش الإرهابي والمعارضة السورية المدعومة من أنقرة في المنطقة وصلت إلى مشارف القرى الواقعة ضمن ريف مدينة الباب التي يسيطر عليها التنظيم اشتبكات عنيفة تدور بين قوات سوريا الديمقراطية وعناصر تنظيم داعش الإرهابي في ريف مارع بشمال حلب أسفرت عن مقتل عشر من عناصر التنظيم بينما تمكنت فصائل المعارضة من التقدم نحو منطقة غرناطة ومحيطها وتل مضيف من ناحية أخرى تواصلت الاشتبكات بين القوات السورية وفصائل المعارضة في أطراف مدينة حلب الجنوبية الغربية بالتزامن مع اشتبكات بين الطرفين في محور السابقية بريف حلب الجنوبية في غضون ذلك ارتفع عدد القتلى إلى أربع على الأقل نتيجة سقوط قذائف استهدفت عدة أماكن بمدينة حلب إضافة إلى نحو 20 جريحة تزامنا أفادت مصادر في المعارضة السورية بمقتل ستة مدنيين آخرين بينهم نساء وأطفال في قصف على الغوطة الشرقية بريف دمشق من جانبها اتهمت روسيا القوات الجوية البلجيكية المشاركة في التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم داعش في سوريا بقتل ستة مدنيين نتيجة عمليات قصف في حلب كانت موسكو قد أعلنت وقف الغارات الجوية الروسية والسورية على حلب لإتاحة الفرصة أمام إجلاء المدنيين من الأحياء الخاضعة لسيطرة الفصائل المقاتلة قال رئيس تركي رجب طيب أردوغان إن ما لا يقل عن مليون سوري قد يفرون إلى تركيا إذا ما بدأ النزوح من مدينة حلب التي تحاصر القوات السورية والروسية قطع الشرقي الخاضعة لسيطرة المعارضة وأضاف أردوغان أنه بحث مع رئيس روسي بلاديم بوتين اتفاقا بشأن إخراج جماعة جبهة النصر من حلب تمهيدا الإقرار السلامي هناك نشرتنا مستمرة مع حضراتكم نتابع فيها المزيد من الفاصل بعد الفاصل أكثر من ثلاثين قتيلا في معارك عنيفة في اليمن قبيل ساعة من بدء سريان هدنة بين أطراف نزاعي هناك وتتابعون أيضا استشهدوا فتاة فلسطينية إثر اطلاق قوة الاحتلال الإسرائيلي رصاص عليها بالضفة الغربية بدعوى محاولتها طعم جندي إسرائيلي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ونتحول معكم المتابعة أبرز الأنباء الاقتصادية في بانوراما تصحبكم في هذه الجولة زميلة ميرفت الميليجي إليك ميرفت شكرا ريهام والعيلة وأهلا بكم مشاهدين وهذه الوقفة الاقتصادية لبانوراما النيل وأبرز ما فيها وزارة التموين تنفي دراسة ديادة الدعم الموجه لبطاقات التموين أهلا بكم إلى التفاصيل حيث نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما تردد حول دراسة الحكومة زيادة الدعم الموجه لبطاقات التموين وأكد محمد عصفر المتحدث الرسمي لوزارة التموين أن ما أعلنه وزير التموين محمد علي مصلح هو أن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يتحمله القادر حيث أنه سيتم التعاون مع شركات النظم ووزارات الداخلية والتنمية المحلية والتضامن والتخطيط لفرز البطاقات التموينية من الازدواجية والمتوفين والمسافرين للخارج يشار إلى أن إجمالية عدد البطاقات التموينية يبلغ حوالي 21 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها 71 مليون مواطن عقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية اجتماعا الأربعاء لمناقشة أهم التحديات والمعوقات التي تعيق عجلة الاستثمار المحلي والأجنبية وأتم الاتفاق على حزمة من الحوافز والضمانات والإصلاحات بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات من خلال مشروع جديد مقترح للاستثمار الاجتماع حضره وزير الاتصالات ورئيس هيئة الرقابة الإدارية وبعض أعضاء مجلس النواب وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين في كافة المجالات من جانبها أكدت وزيرة الاستثمار داليا خرشد أن مصر انتهت من إعداد مسودة قانون جديد للاستثمار يركز على تنويع الحوافز والضمانات للمستثمرين وسيتم إرسال مشروع القانون لمجلس الوزراء الشهر المقبل وأوضحت خرشد أننا نحتاج إلى قانون جديد يركز على الحوافز والضمانات التي تقدمها للمستثمر منوهة بأنه قانون جديد وليس تعديلات على القانون الحالي استبعد مدير إدارة صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وأسيا مسعود أحمد الأربعاء أن تشهد مصر زيادة في معدلات التضخم جراء تدابير الإصلاح الاقتصادية التي تعتزم الحكومة اتخاذها في سبيل تجاوز أزمة نقص النقد الأجنبية وأعرب مسعود أحمد عن أماله في أن يتمكن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولية من النظر في طلب قرد مصر في وقت لاحق من الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل داعيا في الوقت ذاته إلى سرعة معالجة بعض القضايا الاقتصادية الملحة مثل أزمة سوق الصرف الأجنبية حتى لا يؤثر ذلك سلبا على الاقتصاد المصري كان وزير المالية عمر الجرحي قد أكد دعم المجتمع الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري حيث أكد قبار مسؤول صندوق النقد الدولي ووزراء مالية فرنسا وألمانيا والكويت ونائب وزير الخزانة الأمريكية خلال الاجتماعات التي عقدها معهم مؤخرا بالعاصمة الأمريكية واشنطن أكدوا دعمهم الكامل لمصر وإلى أسواق المال حيث واصلت البورصة المصرية تراجعها لدى إغلاق تعاملات الأربعاء مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين الأفراد العرب والأجانب بينما اتجهت تعاملات المؤسسات وصندوق الاستثمار المحلية نحو الشراء وقد خسر رأس المال السوقية لأسهم الشركات المقادة بالبورصة نحو أربعة مليارات وثمانمائة مليون جنيه ليبلغ مستوى أربعمائة وأربعة مليار ومائة مليون جنيه وسط تعاملات بلغت نحو ستمائة وثلاث وعشرين مليون ومائتي ألف جنيه أكد السفير عمر حلمي سفير مصر لدى إيطاليا أهمية دعم العلاقات بين مصر وإيطاليا في كافة أوجه ومجالات التعاون المشترك بينهما وأشار السفير إلى أن اكتشاف الشركة الإيطالية لحقل الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية المصرية قد انعكس على خريطة الطاقة في البحر المتوسط وأتوقع السفير عمر حلمي خلال لقائه بأعضاء الدبلوماسية الشعبية المصرية والتي تزور إيطاليا حاليا برئاسة أحمد الفضالي رئيس طيار الاستقلال أكد أنها تشهد الأسابيع القادمة تدفقات أعداد كبيرة لسائحين الإيطاليين في زياراتنا لمصر توقع صندوق النقد الدولي خفاض متوسط النمو غير النفطي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجية إلى 1.75% في 2016 مع تشجيد السياسة المالية العامة وتناقص السيولة في القطاع المالية وذلك مقارنة مع نمو بنسبة 3.75% العام الماضي وأوضح الصندوق أن هبوط أسعار النفط والصراعات المستمرة يشكلين عبءا على أفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان مشيرا إلى أن أجواء عدم اليقين الناجمة عن الصراعات تسببت في ضعف الثقة تعتزم المملكة العربية السعودية جمع ما يصل إلى 17 مليار دولار ونصف المليار من السندات بالدولار الأمريكية في أول اقتراض للمملكة من السوق الدولية كان الإعلام الرسمي السعودي قد أفاد في وقت سابق من هذا الشهر أن وزارة المالية أنجزت إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين وأقامت بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية بهدف تنصيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين وسجلت المملكة عام 2015 عجزا ماليا قياسيا بلغ نحو 98 مليار دولار وتوقعت عجزا إضافيا بنحو 87 مليارا السنة الجارية وذلك في ظل انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 أظهرت بيانات حكومية تراوع إنتاج الصين من النفط الخام بنسبة 89 من 10% في سبتمبر وذلك مقارنة مع مستويها قبل عام في ثاني أكبر انخفاض على أساس سنوي في تاريخها مع استمرار شركات الانتاج الرئيسية في إغلاق أبار مرتفعة التكلفة لكبح الإنفاق وأظهرت بيانات في المكتب الوطني للإحصاء أن انتاج النفط المحلي قد تراجع إلى 15.98 من 100 مليون طن أو ما يعادل 83.89 مليون برميل يوميا قرب أدنى مستوياته في 6 سنوات وذلك على أساس يومية ليعكس بذلك خفض الإنفاق في حقول النفط وإغلاق أبار قديمة نهاية هذه الوقفة الاقتصادية وعودة لزملاء لاستكمال ما تفقى من فانوراما النيل إليكم شكرا لك ميرفد إلى تذكرة بأبرز عنويننا خلال استقباله أعضاء مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة رئيس سيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة إسماعيل يلتقي عددا من الكتاب والمفكرين ويؤكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ضرورة ملحة ويقبل تطبيق خطوات متكاملة للحماية الاجتماعية القوات العراقية تواصل تقدمها نحو الموصل لتحريرها من داعش وعسكريون أمريكيون يؤكدون أن قادة التنظيم الإرهابي يغادرون المدينة الجيش الروسي يعلن أن الهدنة الإنسانية التي ستبدأ غادن في حلب ستستمر 11 ساعة تتصيل أكثر قتل 35 شخصا على الأقل في معارك عنيفة تدور رحاها على جباهة عدة في اليمن قبل ساعة من سريان هدنة لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد أعلنتها الأمم المتحدة وتركزت المواجهة بين القوات اليمنية والمتمرين الحوثيين وحلفائهم في شمال البلاد لسيما قرب الحدود مع السعودية وفي المناطق القريبة من العاصمة صنعاء قالت مصدر عسكرية أن طيران التحالف العربي استهدف مواقع عسكرية تابعة للمتمردين في العاصمة استشهدت فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 19 عاما إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي رصاص عليها قرب حاجز زعتر العسكري جنوب نابلس بضفة الغربية المحتلة وقالت مصدر أمية فلسطينية أن قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز أطلقت النار على الفتاة مما أدى لاستشهادها دعوى محاولة طعن أحد الجنود على الحاجز وقام الجنود الإسرائيليون بإغلاق الحاجز في أعقاب الحادث ومنعوا مرور المركبات مع وصول تعزيزات عسكرية إلى المكان اقتحم اليوم نحو 300 مستوطن المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة وسط حراسة مشددة من قبل عناصر الوحدات الخاصة والتدخل السريع بشرطة الاحتلال الإسرائيلي وكانت منظمات يهودية قد دعت أنصارها إلى مشاركة واسعة فاقتحمة جماعية للأقصى خاصة اليوم ردا على قرار منظمة اليونسكو بنفس أي صلاة اليهود بالمسجد الأقصى وحاءة البراء أعلن مسؤول أفغاني أن شخصا يرتدي زي الجيش الأفغاني قتل جنديا ومواطنا يحملان الجنسية الأمريكية اليوم في العاصمة كابل وذكر مصدر أمني أن منفذ الهجوم لقي مصرعه في وقت لاحق ولفت المصدر إلى أن الضهاية كانوا يقومون بواجباتهم كجزء من بعثة حلف شمال الأطلسية لتدريب وتقديم المشورة والخدمات لقوات الأمن الأفغانية موضحا أن الحلف يجري تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث عودة إلى شأن المحلي حيث بدأت في القاهرة فعالية منتدى الإعلام الرقمي للعام الثالث على التوالي لمناقشة التكنولوجيا الرقمية وتأثيرها على الإعلام ويهدف المنتدى إلى معرفة الجديد في الإعلام الرقمي ونقل الخبرات من الدول المتقدمة إلى الدول العالم الثالث تحت عنوان انطلاقة جديدة للمستقبل بدأت فعاليات منتدى الإعلام الرقمي للعام الثالث على التوالي في مصر لمناقشة التكنولوجيا الرقمية ومدى تأثيرها على الإعلام في الشرق الأوسط نهدف من خلال هذا المؤتمر إلى نقل كل ما هو جديد في العالم الرقمي من الدول المتقدمة إلى دول العالم الثالث وأن يكون المنتدى منصة لنقل الخبرات في الدول العربية السنة دي لا الموضوع دخل في تفاصيل أكتر دخل في نقاشات أكتر في حاجات فرعية أكتر كلها بتمثل الإعلام الرقمي ده بيشتغل إزاي فبقاش الموضوع بدائي زي ما كنا نتكلم زمان كل سنة وكل مؤتمر عنه اللي بعده الموضوع بيبقى فيه تفاصيل أكتر ويبقى فيه قرارات أكبر نقش المنتدى هذا العام مستقبل البرامج التلفزيونية والمنصات الرقمية بحيث توفر محتوى إعلامي يتوافق مع اهتمامات الجمهور والتقدم الكبير الذي وصلت إليه صناعة الإعلام في العالم التلفزيون أعاد إنتاج نفسه في السنوات الأخيرة أعاد إنتاج نفسه من ناحية أولاً المحتوى لتوفير أفضل محتوى إعلامي ثانياً لناحية التوزيع والديستريبيوشن ثالثاً من ناحية المداخيل ورابعاً من حيث القدرة على توفير المحتوى عبر منصات متعددة رقمية وتقليدية أنا سعيد جداً بالمشاركة في هذا المؤتمر وهذه هي المرة الأولى التي أشارك فيها في منتدى الإعلام الرقمي تحدثت عن التطورات والاتجاهات الجديدة في العالم الرقمي والواقع الافتراضي كخطوة أساسية في العالم الرقمي ويوفر المنتدى للمشاركين فرصة للقاء رواد الإعلام الرقمي والاجتماعي في العالم لمناقشة التحديات والفرص الجديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى مشاركة الخبرات والتجارب بين سوق الإعلام الرقمي المحلي والإقليمي أشرف مبارك أنيل تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا لدول العربية ومؤسسة شرف للتنمية المستدامة جاء ذلك في إطار التأكيد على أهمية دور المجتمع المدني في التنمية المجتمعية والاقتصاد التعاون والتنسيق بين منظمات المجتمع المدنية لتقديم الخدمات الثقافية والعلمية الجادة والمتنوعة فضلا عن دفع التنمية الاقتصادية ودعم تنمية المجتمع كان الهدف وراء توقيع مذكرة التفاهم بين المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل ومؤسسات شرف للتنمية المستدامة فإحنا إيدينا في إيدينا بعض بنوصل حاجتين الحاجة الأولانية إحنا بنحاول نوجد التكنولوجيا الحديثة التي تتواجد في الخارج وننقلها إلى الدول التي نقدم لها هذه الخدمات بشرط أن تكون هذه التكنولوجيات أصلا إنهاند في متناول إيدينا يعني في تكنولوجيات صاريخة التكاليف لأن ناحية الإقصادية برضو لابد أنها تلعب دور في هذا فإحنا بندور على التكنولوجيات التي تؤدي الغرض وفي نفس الوقت تكون في إمكان كل الدول يعني معظم دولنا دول نمية وبعضها بيأمر بظروف اقتصادية كما نعلم مذكرة التفاهم تهدف إلى نقل الخبرات وتبادل الثقافات ومد جسور التعاون بين مؤسسات المجتمع المدنية والمؤسسات الحكومية عنوان الرئيسي هو people to people يعني أن الشعوب تكلم الشعوب وده بيتم دايما من خلال منظمة المجتمع المدنية أولا تتعاون داخليا داخل الدولة ثم تتعاون مع مثيلاتها في الخارج دي نمرة واحد إذن ده دور منظمة المجتمع المدني نمرة اتنين أنه طبيعة التعاون ده مهمة أوي وهو التدريب أو يعني بناء الكفاءات وبناء المهارات تمام ونقل التكنولوجيا اتفاقية بازل تعد لاتفاق البيئي العالمي الأكثر شمولا في مجال النفايات الخطرة والتي تم تصميمها للحد من تحركات النفايات بين الدول بشكل عام ومن الدول المتقدمة إلى الدول الأقل نموا بشكل خاص أمل صبري النيل متابعتنا تتوصل ونتحول إلى ساحة رياضة وأهم ما تشهده من أحداث حننعطي في انتظاركم وطائفة من أبرز الأنباء الرياضي إليك حنق شكرا ليلة وريها